منذ 25 عاما يعمل هيث في هذا المجر ومع ارتفاع الأسعار والضعف الأجور في المملكة المتحدة خلال الأشهر الأخيرة لم يعد قادرا على تحمل كلفة إنتاج تفوق دخله المادي التضخم يرتفع ولذلك أسعار البضاء تزيد وبالتالي هناك عدد أقل من المشترين يأتون إلى هنا لأنهم يجدون الأسعار غالية أعتقد أن الارتفاع وصل إلى 25% وهذا مرتفع جدا ويجعل من الصعب أن أدفع فواتير القهرباء والإيجار وصعب جدا أن نكمل إدارة هذه التجارة وفقا لمكتب الإحصاء الوطني فإن الأجور تراجعت مقارنة بمستوى ارتفاع الأسعار بأكثر من 3% تزداد أسعار المواد الأساسية مثل فواتير الطاقة ومحلات البقالة وبسرعة أكبر من معدل التضخم الرئيسي المقدر بعشرة وواحد في المئة مؤشرات تعكس حالة الغضب في الشارع البريطاني عندما أتسوق في الوقت الحالي أجد أن الأسعار ارتفعت ولا أتمكن من تلبية كافة المتطلبات لي ولعائلتي أعمل طوال الشهر بكل جهد لكي أدفع فواتير الكهرباء والطاقة والمواصلات المملكة المتحدة تستهلك أكثر مما تنتج هكذا يصف مختصون الوطع ويحذرون من ارتفاع معدل البطالة أكثر بثلاث مرات مما تظهره الأرقام الرسمية نذكر موضوع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ونحن نلاحظ حاليا أن التضخم في الاتحاد الأوروبي يتراوح بين 6 إلى 6.5% فأكيد هذا سيكون سبب أساسي أن ارتفاع التضخم في بريطانيا منذ ان خرجت من الاتحاد الأوروبي وارتفاع الأسعار وطبعا بسبب ارتفاع المواد مثل الغاز والفواتير الكهرباء أكيد حرب أوكرانيا عندما كان دور كبير آخر استطلاعات رأي تتوقع تفاقم الأزمة الاقتصادية تزامنا مع الاحتجاجات المستمرة في عدد من القطاعات تستمر معاناة البريطانيين بسبب ارتفاع قياسي للأسعار بينما ترفض الحكومة الزيادة في الأجور وتخفيض الضرائب وتبرر بأنها الحلول الأفضل لخفض التضخم براء العزاوي المشهد لندن